رحل هارفي عن ولاية تكساس ليتركها تلملم جراحها بعد أيام طويلة من إعصار وصفة بأنه سيكون الأكثر دمارا وتكلفة في تاريخ الولايات المتحدة مدينة هيوستن كبرى مدن الولاية تعيش على وقع جهود الإغاثة فعلى الرغم من أن المياه لا تزال تغمر الكثير من البيوت والشوارع وبالإضافة إلى وجود مخاطر صحية من خلال انتشار الجراثيم في المياه وتواجد أفاع خطرة إلى أن بعض السكان رفضوا إجلاء منازلهم واستمروا بالإقامة فيها ما دفع حاكم المدينة إلى إصدار أمر بإلزامهم بالمغادرة لأن الناس اختاروا البقاء حتى بعد أن طلطوا منهم المغادرة ولأن الوضع لن يتحسن قبل عشر أو اثني عشر يوما فإنه لا خيار لي سوى إصدار أمر إخلاء إلزامي لأولئك الذين ما زالوا في منازلهم في منطقة محددة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارعت بالطلب من الكونغرس الحصول على حوالي ثمانية مليارات دولار بشكل عاجل على أن تطلب المزيد من المساعدات الإضافية في وقت لاحق بينما أوضح حاكم ولاية تيكساس جريغ أبوت أن تكلفة أضرار الإعصار قد تصل إلى مائة وتمانين مليار دولار في حين تشير معلومات إلى أنه قد تم سحب ما يقرب من خمسة وتسعين في المئة من المياه التي أغرقت مدينة هيوستن حتى الآن الأمر لم ينتهي بعد فالمياه بدأت بالانحصار وهناك الكثير ويحتاج للإصلاح وتمكنت سلطات هيوستن من إخماد النيران التي نشبت في مصنع أركيما للمواد الكيميائية بعد أن أشعلت النار عمداً في تسع حويات معبأة بالمواد الكيميائية العضوية وأبقت سلطات في مقاطعة هارس على مراقبة الهواء مؤكدة أن أحدث القراءات تشير إلى أن الحريق لم يترك أي أثار ضارة في الهواء وفي ظل التكلفة المالية الكبيرة المتوقعة للتعامل مع تبعات هذا الإعصار تتوجه الأنظر إلى الكونغرس الذي قد يقوم برفع صقف الدين من أجل أن تحصل كل من ولاية تكساس والوزيانة المجاورة على مساعدة مالية ملائمة وذلك وفقاً لما صرح به وزير المالية ستيفن مانوتشل ترجمة نانسي قنقر